السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوات اخواتي كدري اللي بسر لكم بخير هاني ينكركم زيانين تمنىكم قاعد تكونوا باخر وعلى خير فيما كنتو تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم مع الفيديو جديد فيديو دي اليوم جيت ان شاء الله غاد نتقسم معكم الخميرة البلدية بتمر ناجحة مياه في المياه وكتتحضر فقط فا 14 ساعة تكون واجدة واحد الخميرة رائعة جدا صحية كلكم تتعملوها في الخبز بها الخبز في الحريرة الى اخيره ممكن تجي ناجحة مياه في المياه وطريقة دياله سهلة وبسيطة نتمنى انها تحجبكم وتسبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر بشوفوا معي المكونات والطريقة وقبل ما نبديوا الفيديو ديالنا ما ننسوش الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين مندوز المكونات والطريقة تحضير ديالة الخميرة هذي خليكم معي ما تمشوا فيه دوزل المكونات ان شاء الله اللي غادي نحتاجوا المكونات بسيطة بزاف ومتوفرت قريبا في كل بيت كنحتاجوا هنا دقيق ديال القمح او دقيق الكامل كما كنقولو بالنسبة للدقيق ديال القمح كنستعملوه به بدك النخالة اللي كتكون فيه كذلك غادي نحتاج هنا واحد الكمية من الطمر عندي الماء وعندي هنا جوش قرعي ديال الزج مويمة ديال مربع فيهم ان شاء الله ديال الخميرة هذي البلدية إلا كنتم عندكم دك القديرة ديال التراب من الافضل ومن الاحسن إلا كنتم عندكم توفرة نديروا فيها الصراحة من افضرهم الاحسن فأنا مانتوفرش عندي غادي ندير فقط قريعات هذو ديال الزج مويمة حاولوا انكم نديروا خنيناتك ديال الزج من تستعملوش الميكا صفي دبا غادي ندوزول طريقة التحضير ديال هذ الخميرة هذي كتاخدوا واحد الكمية من دك دقيق الكامل مويمة اخذيت كمية فين غادي ندير في القريعة الاولى ومن بعد غادي نزيد الكيمية الثانية القرعة اللي تبقات لي ومن الصراحة الخميرة هذي قدرتها مويمة جنت بها خبيز إلا بغيتوا تشوفوا الطريقة ديال الخبز بالخميرة البلدية يعني خبيز ديال زمان بالخميرة البلدية خليوها اللي في الكمانتر ونش نتقسمها معاكم ان شاء الله مويمة اخوتي اخوتياتي كذلك كذلك بغيت مبارتاجي معاكم واحد القناة اللي زوينا بزاف كتستهل الدعم كتستهل المشاهدة واحد القناة اللي عندها وصفات رائعين مية في المية كتدير مجهود كبير مع الاسف يعني مشاهدة طايحة وكلنا عدنا المشاهدة ناقصة فاخوتي اخوتياتي علش ما نعاونوش بعضياتنا علش ما نوقفوش مع بعضياتنا علش ما ندعموش بعضياتنا مهم اللي بغيت ندعمولش حاجة مرحبا انا موجودة نعاون جاميع الاخوان والاخوات اللي متبعيني اللي عندهم لاشين مهم اللي داروا لاشين باش يعاونوا راسهم باش يعني ديروا مستقبالهم محتاجين هالوليداتهم انا مستعد ذا المهم نعاون اي وحدة وكذلك ما قدلكم نعاونوا بعضياتنا يعني شي يعاون شي باش نطلعوا كامل ان شاء الله محتوى بزاف دي القناوات تجد عندهم محتوى رائع ويعني غزال غزال بزاف كي يستاهل يعني خصو غير يتشاف ويتبرتاجه ويدعم يعني باش تطلع داك المحتوى صراحة بزاف دي القناوات عندهم محتوى جميع جدا وكذلك دلقانه هذي اللي غدي نبغتاجها معاكم ان شاء الله زوينة عندها وصفات غزالين وناجحين مياه في المياه كي ما قدلكم غير مشاهدة اللي طيحها يعني الدعم قليل كي ما قدلكم مهمة غدي نخلي لكم ان شاء الله الرابط دير هذ القناة هذي في صندوق الوصف او في اول تعليق متبات بالنسبة الاخوان والاخوات اللي ممكن يعرفوا شانه هو صندوق الوصف غدي تلقاوا الرابط دير هذ القناة هذي فنتمنى تدخلو تشجعوها ودعموها وتبرتجو القناة ديالها كي ما قدلكم قناة زوينة بزاف كدير مجهود مجهود كبير فقط المشاهدة نقصة كي ما قدلكم فنتمنى قاعد اللي كي شاهد هذ الفيديو ولا قاعد اللي شاهد هذ الفيديو يعني تدعمو هذ القناة هذي ونشتدعمو جميع يعني شي عاون شي كي ما قدلكم وشي وقف معه شي وحتنطلعو كاملين ونوصلو كاملين ان شاء الله الرابط وكل واحد عندو هدف مدام حل هذ القناة يعني في يوتيوب يعني حل هذ الفيديو إلا وعندو هدف او إلا ودارها بشي عاون راسو بشي عاون ولداتو مهم كل واحد عندو الهدف ديالو علاش دار هذ القناة هذي فنتمنى يعني كي ما قدلكم الدعم وتشجيع ونشجعو بعضياتنا باش كلنا نوصلو ان شاء الله مهم نرجعو الوصفة ديالنا كيف مماشتو معي خديت كمية ديال بكي كميك لكم درت للماء بالنسبة للماء كنبقى مديروه بالتدريج كيف ملاحظتو معي في الفيديو وحنا كنخلطو حتي كنحصلو على هذ القوام هذا من بعد خديت اربعة ديالة ثمرات حييت لهم العلفة ووضعتهم في ذاك الخاليط اللي خلطنا مع بعديتنا هانتوما رهما كينش مأحسن من الخميرة البلدية فاش كانوا الناس زمان كي يستعملوا وكانوا صحاح وكانوا يعني ما فيهم حتى شي حاجة صارحة ده بقليل اللي كتلقاه عفوا مربي الخميرة البلدية في الدار يعني ما بقاوش الناس كيديروها بالسف وراها زوينا صارحة الحريرة ديالها كتجي يا سلامرى الحريرة ديال الخميرة البلدية شي حاجة ووعرة ووعرة ومختلفة على الحريرة العادية نبغو تتغطج معكم الحريرة بالخميرة البلدية خليوها ليفلكم وما تغرى واحد الحريرة كتجي غزالة لا تشبعوش منها كتجي زوينة صفي كما لحتوا معاي اغلقتم زيان الاناء ضروري تغلقهم زيان وبنفس طريقة قدرت القريعة ثانية قدرت السكمية نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء ونضيف الماء قدرت الماء نضيف الماء في الماء يجب أن نضيف الماء سوف اتفاعل معكم ان شاء الله مهمة تمشيو فين صفي هنا بعد ما مرت 24 ساعة انتوما شوفوا معايا خصوصا ده برا الحال يعني بده كي سخرة في الساعة سوف اتفاعل معاكم ما غضيش تاخد معاكم مدة اللي طويلة على حساب الجو يعني سخون ماشي بارد انتوما تتلقى على الثانية بالنسبة لهذا الماء هادا اللي كي هبط لتحت او ده كل ما اللي كتلاحظه معايا في القاعدة القريعة هادا كفت لي شوية في الخميرة يعني صراحة البارح بالليل كانت عندين تفاعله يعني كانت ماشي الله طالعة بزاف وقلت حتى للصباح يعني نعجين بها خبيز وذك شي وعاد نصور معاكم هاد المقطع هادا مو يفاشر كتخمر بزاف كتدير ذاك الماء ملتحت لما استعملتوهاش يعني فاش تكون خامرة كتدير ذاك الماء ملتحت وكذلك هاي وخا تدير يعني هاد المارا ها ما كسره لها حتى شي حاجة كتبقى هي 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 يعني كتبقى زوية ها ما تخافوش من النار كتبقى هي هي وصحية وحسن من النامكين لا في الخبيز كي ما قدليكم ولا حريرة ولا في كل شي تصراحة كتجيك زوينة هانتوما القرعة الاولى شوفوا معايا باش كتعرفو باش كتعرفوها عفوان باللي انها يعني الخميرة ديكم صافي تفعلت كتدير واحد واحد الفوقاعات في العجن كيف ما لحظتم معاي بحال قرينات هاكا في وسط العجن كتبقى من كتبقى نوريها لكم في هذه القريعة صافي بذلك الطريقة كتعرفو ان الخميرة ديكم واجدة وكتبقى في القريعة ديكم كتبقى مرح تلفة رأينا هذه القنينة هادي كانت عندي عامرة تلفة كما قدلكم غير ما صورت معاكم البارحة رأي البارح كانت نتفعلوا عامرة القرعة مزيان ده بص صباح فاش مشيت نعجن بيها واذا موين فاش كتخمرك كتولي مع هاديك الخميرة شوية وكتطلق شوية دي المام تحت صافي شوفوا معاي القرعارة ها المهم مغلقة دي يا لارا باي نبلي كانت عامرة تلفهم هنتو ما رأيها يعني خميرة بلدية مياف مياف جيحة مياف المياك ما كتلاحظو معايا نتمنى انكم تشربوها تردو عليها نوضو جدو الخميرة البلدية وعجنو بيها خبيص دياركم راها لا الصحة ولا الكل شيء احسن منها مكين كما قدلكم مهم ما تنسوشي لعجبكم فيديو سبارتا جيوها مع خوزكم صحابكم مع قاعدة الناس اللي كتعرفو فضلا وليس امران كذلك يلكتو جداد والأول مرة كتشاهدو دي القناة فكن بغير رحب ديكم كنقلكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معليكم ما تشتركوا فيها لتشغلوا الجرس باش بقالتوصلوا بكل ما هو جديد ما تبخل بشارية بلي لايكات دياركم اشتركوا في القناة وكذلك اذا بقى انك تشاهدوا الفيديو احترد بقى نقول لكم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله